أنت أمام ميليشيات قمعية ميليشيات منهجية لديها منهجية بوليسية بحثة من الحرصة الثولة الإيراني في عمليات القمع والتعصف وبل سنشهد المرحلة القادمة نوع من الاعتقالات لكل من ينادي أو يتحدث عن الراتب وهذا ما لمسناه بل ستصعد هذه الميليشيات من عمليات القمع والتعصف اختجاه المواطنين ولكن لا يعني هذا على أنه يستسلم النادي المعلمين أتوقع على أنه سيكون هناك تصعيد آخر وإن كان يسير بشكل بطيء لأنه نتيجة ما يمارس ضدهم من ترهيب وإرهاب نفسي وإرهاب معنوي أو من اعتقالات فمن الطبيعي على أن تسير الأمور ببطئة نوعا ما يعني قيام الموظفين الهيئة الأراضي باللحاق بالمعلمين هذه خطوة ستشجع بقية الوزارات والمؤسسات المطاربة بالحقوق الأصيلة لهم في الراتب ترجمة نانسي قنقر